تزامناً مع يوم التطوع العالمي أعلنت مؤسسة روانغا في أربيل تمويلها لأربعة وعشرين مشروعاً تطوعياً من مختلف محافظات البلاد تنافست في هذه المبادرة التي تطلقها روانغا للمرة الثانية مئات المشاريع التطوعية وتمت دراستها من قبل جهات محايدة لمعرفة مطابقتها للمعايير وجدواها في منفعة المجتمع وأكد القائمون على المؤسسة أن الهدف هو نشر ثقافة التطوع في المجتمع ورفع مستوى الوعي لمبادرات مشابهة اليوم كرمنا أربعة وعشرين مشروع ضمن إطار مشروع مبادرة الشباب المتطوع حيث قام الشباب بأعمال جبارة وعظيمة لها السنة بإفادة المجتمع وفي كل محافظات العراق وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع الأكثر من 60 ألف مستفيد ضمن مجالات مختلفة مثل تنمية، ترميم مدارس، مثل منع وأضرار المخدرات إلى تالي حسين من فريق انسجام مدينة الموصل قمنا بعمل قاعة لأطفال ذوي احتياجات خاصة في الموصل في معهد التطوعي هذه القاعة جتنا في فكرة العمل مالتها بعد ما قرينا عن إحصائيات عدد أطفال ذوي احتياجات الخاصة اللي بلغت 240 مليون طفل بالعالم وأكثر من 40 مليون بالوطن العربي هذا الشيء اللي خلانا نسلط الضوء عن طريق الإعلام الأطفال الذولة مو ذنبهم، مو هم اللي اختارون نفسهم يكونون بهذا الموقف فنحن دعمنا حتى المهارات ماتهم تتنمى وقدراتهم ونقدر نزجهم مع المجتمع ترجمة نانسي قنقر